الجميع بيعرف النحل واشكاله كمان عسل النحل اللي هو بينتجه النحل النحل ده بيعتبر حشرة بتنتمي لفصيلة معينة اسمها غشائيات الاجنحة وبيسموها برضو كمان النحليات يعني فصيلة النحليات وظيفة النحل الاساسية هي انتاج العسل وبينتج كمان شمع النحل اللي هو الكل اللي بيعرف الشمع ده اللي بيكون على الخلايا بتاعته تقريبا حسب المعلومات تم التعرف على اكتر من 20 الف نوع من هذه الحشرة اللي هي النحل سبحان الله شكلها عجيب وسبحان الخالق يعني للحركة والسرعة بتاعتها وللمجهود وكل حاجة 20 الف نوع من انواع النحل بتعيش في العالم كله في جمال قراط ما عدا القدب الجنوبي مش بيعيش فيه النحل النحل من اشد المجتمعات تعاون ونظام بيتميز النحل بالنظام الشديد والتعاون الشديد جدا يعني بيتميز بانه النشاط بشكل غير طبيعي يعني النحل فيه اكتر من نوع فيه النحل اللي بينتج العسل وفيه النحل اللي هو الطنان بيعتبر النحل من اكتر الحشرات نفعا على الاطلاق لانتاجها العسل اللي هو المفيد للبشرية كلها لكن النحل ايضا فايدة مزهلة جدا يمكن يجهلها الكثير من الناس وهي ان النحل بيقوم بتلقيح الازهار لما بيتنقل من ظهرة لاخرى في بعض المعلومات الغريبة جدا جدا عنه وعند عسل اتعرف تاريخ انتاج العسل يعني من 150 مليون سنة وكان نحل العسل ده كان مجهول بالنسبة لامريكا وما كانوش يعرفوا حتى اللي هو العسل بتاعه او النحل لحد ما وصل المهاجرين الانجليز والولنديين والاسبان لامريكا وكان الكلام ده في القرن السابع عشر منه برضو المعلومات الغريبة جدا عن النحل النحل المنتج للعسل بيحرج اجنحته حوالي 11400 مرة في دقيقة وده رقم سبحان الله عجيب وكبير جدا يعني قدرة رهيبة سبحان الله وسبحان الخالق يعني النحلة بتزور 150 زهرة او 100-150 زهرة في الرحلة الوحدة علشان تجمع العسل او تنتج العسل بتزداد قوة وفعالية ملكة النحل في وضع البيض في فصل الصيف والملكة بتضع من 1000-1500 بيضة في اليوم كمان في نوع من النحل بيسمى الشغالات او العاملات اللي هي بتقوم على تنظيف الخلية وعليها انها بتطير في فصل الشتة مسافات كبيرة علشان يعني تتطهر وتنظف جسمها وكمان تكون الخلية نظيفة بيتغز النحل في الشتة على بعض العسل اللي بيقوم بصناعته في فصل الصيف وبيتجمع في الربيع مع بعضه تأمين الدفق وكمان علشان يوفروا الدفق للملكة بيحتاج النحل لزيارة حوالي مليون زهرة لانتاج تقريبا زي كيلو من العسل كمان النحل الانسة الوحيدة فيه هي الملكة اللي هي بتتدوز بس والباقي لا سبحان الله يعني الملكة بتكون هي المسؤولة عن انتاج البيض ومن اغرب المعلومات اللي قرأتها عن النحل ان النحل قادر على تمييز وجوه البشر وتذكرها ولهذا يمكنها تحديد اي شخص يؤذيها من بين مجموعة من الناس كمان من ضمن المعلومات الغريبة جدا ان النحل لا يموت دائما عندما يلدغ كما يعتقد الكثير من الناس بل يموت في حالة لا دغو للبشر وذلك لان جلد البشر سميك الى حد كبير يتسبب في سحب الاعضاء الداخلية للنحل من ضمن المعلومات الغريبة عن النحل ان النحل الطنان بيقوم بعمل تمارين احمائية قبل ان يطير كمان معلومة مهمة جدا بتقول ان بمجرد ان تصبح ملكة النحل غير قادرة على مواصلة عملها لكبر سنها يعني او مرضها بتتجمع حولها النحلات الخادمة او اللي هي الخادمات يعني اللي في الخلية بيتجمع حولها حتى تموت الملكة من شدة ارتفاع الحرارة حولها يعني بيتلفوا حولها عشان يرفعوا درجة الحرارة لحد ما الملكة تموت يعني من ارتفاع درجة الحرارة كمان معلومة مهمة انه بيتم توجيه النحل الجامع للعسل لاداء وظائفه بناء على عمره يعني العمر النحل هو اللي بيحدد الوظيفة اللي بيعملها اللي هو في النحل اللي هو جامع للعسل كمان بيتواصل النحل الجامع للعسل فيما بينهم عن طريق الرقص ودي معلومة غريبة جداً كمان معلومة من اجل ان يتم جامع عسل يكافئ ملعقة شاي يموت من النحل تم النحلات في سبيل جامع هذا الكم من العسل ارجو ان يكون الفيديو عفاد حضراتكم وان شاء الله يكون لنا فيديوهات قادمة بإذن الله والسلام عليكم شكراً على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة